السلام عليكم خوتي وخوتي داخل المغرب خارج المغرب كديرين بخير كنسلم على خوتنا دائما لداخل المغرب وخارج المغرب وكن نقول لكم عيدكم مبارك سعيدة خوتي خوتي وخوتي الله الوطن الملك الله يزيد في عمر سيدي ويخلنا سيدنا تجفو قرصنا ويخلنا الأسرة العلوية من الصغير تال كبير وتحية السلطة المغربية من الصغير حتى تال كبير خوتي وخوتي اللي عنده والديه يا رب تخليهم ليه والديه ميتين يا رب ترحمهم ليه والديه وأي واحد في عائلته يا رب تشافيه ليه خوتي وخوتي فضلا وليس أمرا بغيتكم تبعوا معي هذا الفيديو من الول حتى الأخر الله يتطول عمركم والله يجازيكم وتحية لجميع الناس اللي كيتفرجوا في الفيديوهات ديالي وكيعطوني كومنتيرات زوينين وكيدعموني بالكومنتيرات زوينين وكيدعموني باللايك كنقول لكم شكرا 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 لكم زف زف وتحية لكم كبيرة وعدكم مبارك سعيدة خوتي خوتي وخوتتي أنا دائما كنتسمعوني في الفيديوهات ديالي كنقول لكم أنا ما مع التى وحد أنا لا مع كلنا ولا مع اللي ماشي كلنا ولا أنا قناتي حرة وأنا قناتي ديالي وأنا كنت تحمل مسؤولية قناتي ولا دارت فيها شيء حاجة خطأة وتعاقب نتعاقب الراسي هذا مثال كنقول لكم يعني منين نشوف الحق خاصين نظر في الحق ومنين بلية الظلم خاصين نهضر في الظلم اليوم أخوتي جي نهضر وجي نهضر بتيقى رغم أنني مريضة جي نهضر حيث منين كان نشوف الظلم ما كان بغيش ومنين كان نشوف الحقرة ما كان بغيش علمين جي نهضر جي نهضر على قيلوش قيلوش عمرني ما هضرت عليك وعمرني ما بغيت نحاشيه لك لانت والديك الحسنة ديالك ديالي ديالي الأطلس ما كانت تسوقكمش ما عمرني هضرت عليكم ما حاشيتهش لكم عرفتكم لا شيء بلا ما نهضر معاكم ما بتسوقتكمش ما خليتوا ما درتوا ما عمرني حاشيتوا لك قيلوش سمعتيني ولكن اليوم هاتش اللي سمعت والله يا أخو يا ما نسكت ولا نسكت واللي كيسكت على الحق شيطان وأنا ماشي شيطانا شكل يقل لك أقيلوش وشكل يعطاك الحق أنك جوج بنت خالتك ووالد معها جوج البنيات وبنت خالتك قالوا زوينة وفنة تصور ووصلوا لعباد الله كل شيء وصلنا الأوديوة كل شيء وصلنا عند عباد الله يعني ذاك شيء صوت وصورة ما عندك فين تكذب ولا تخبي وماتت وما عرفوا بش ماتت واش تسموه من الله أعلم وواش مسكينة في قصتي بقيت إعلاب الفقصة تماتت ما افهمتش إذا انت مادم كانت عندك المرأة والبنات وانت مع هاتك مولة الأطلس ها لذا بنت خطبتها ودرت فيليها الحنة والحالة إذا انت كتسمى كتقدير خيانة الزوجية هاتي مادم عندك مرأة وبنات وانت تطيح مع وحدة أخرى إذا ان هذه خيانة زوجية لأن عام وصرف وانت تطيح مع أدخيتي والمرأة ديالك الله يرحمها يربي والسعليها قالوا بحرمها تتذي تلت شهر وانت ناكر بناتك وناكر هات الزوجة نعلطوا الله وعليك الله ينعلك ليوم الدين حسبي الله ونعم الوكيل فيك جاي نقول لك يا قلوش يا اللي ما خليتي مادرتي للموحدة واخويا يونس وبقدار وبركتي على اخويا يونس يقلوش يا للمصخ وكتعير فيه وكتسبوه وكتقولو سامح في ولادك يا الفاعل يا التارك ورديتي لنا اخويا واخويا يونس رديتي حمق ورديتي لوبيا ولكش اللي قاتبو المرتو انت كتعاودو ما خليتي ما قلتي ولكن ميجينا دابا نشوفو يونس بزاف عليك يونس ما تقدش عليها قلوش سيدك وميحدة للكم وسيدك يا قلوش لانا انا نهار اطلقت مع اخويا يونس كي يبكي على ولاده كي يموت على ولاده باغي ولاده سمعتيني ماشي بحالك ما ناكرش ولاده اما انت ما عمرنا سمعنا عندك اللي بنات ناكرهم دوك اللي بنات مساكن معايشون في العداب علم الله كيفاش عايشين مساكن هوا ابوهم وما يقدشوا قولوا ابوانا اذا شكل يخصوا يطربون شكل يخصوا الحبس قالك انت يا قلوش كتقول الخويا يونس خصك الحبس على ولادك انت دا با قلوش شوف سبحان الله العظيم قال لك حفروا ما تغرقش غيجي يوم واتطح في الحفرة والان قالك تحتي في الحفرة وقال لك السمتة كالدور والبزيم كي يضبر ووصلك البزيم شتولي كي يضلم مهما اخذ الفلوس ديال الظلم مهما انك جمعتين الفلوس من الظلم مهما انك طلعتين قناتك بيونس خويا وشدتي الطموبيل بفلوس خويا يونس في اعراضه مسكين وعيرتيه ووالديه ولكن جالي يوم الدور عليك شتي باش تعرف بان الفلوس ماشي هي الحياة الفلوس ماشي هي كل شي سمعتيها يا المصخ يا المصخ يا المصخ يا قيلوش يا النصاب يا الكذاب يا اللي عنده المرأة والبنات وناكرهم نكرتين في الدنيا محشمتي ما رايتي وطالع كتعرف خويا يونس مسكين وكتقول لي انت خصك الحبس وانت خصك الفاعل التارك في نفس كل راجل انت الآن لمسخ يا قيلوش يعله من ما عقد تاجك والاصل يجي منها ما عارفش كا عشنا هي وما بزفع اللي تكون القناطري لأن القنيطريين كان عرفوا منا رجال أنت بالزفع تكون قنيطري القنيطري وخي يكون عنده صار بعض العيلات كي يعترف بهم ما عمر شي قنيطري تحية القنيطريين القنيطريين رجال أنا كان عرف الناس مجوجين القنيطريين ورجال العيالات كي يعودون على رجالهم رجال معنى الكلمة أما أنت ماشي قنيطري أنت غي جتي داخل على قنيطرة سمعت يا يقيلوش يودبانود طلع وقل لي ناشنو كين لأنه ما غيسكت عليك تواحد تحنا هاد المرأة اللي هي بنت خالتك ماتت تحنا بغيناها تكون رأي عام تحنا هاد البنات اللي ضعوا فهمهم وما عرفوا باش ماتت تحنا بغيناها تكون رأي عام مشي غيخو يا يونس اللي مهربا منتشي حاجة ما نكرش ولادو ودرتوه رأي عام حتى احنا الآن كانت طالب وما نقيلوش فضيحتو تكون بقالاقيل وفرأي عام يدخلوا فيها جمعيات ودخلوا فيها السلطة ودخلوا فيها كل شي باش تعلم تابع البوز وبغيتو الفلوس وبغيتو الطموبيلات وبغيتو طلع بأي حاجة تموت المرأة لهليقلب تنكر لهليقلب اللي بنات نكرهم لهليقلب وحتى هاديك واللي جي واختبتيها هاديك بنت اللي تابعتها يلسي دي عدي واختبتيها وجي اللي عندك وعرفة كين المرأة وعرفة عد المشكيل كنقول لك حسبي الله ونعمل وكيل فيك حتى انتي وش ما كتحشموش وش ما بقوش فيكم مساكن ذوك البنيات والآن أخوتي ايمان راها دارت واحد الفيديو بحرة شفته وقالت بأن الأم دي الزوجة ديالك المرحومة هي كالطالب من كوشي قانوات ونضيه هضرو ووقفو معاها يعني بغيتو مشكيلة بنتها رأي عام لأن الأم واختة المرأة مسكينة اللي ماتت اللي كان مجووش قيلوش وولت معاها جبنات ونكرها قال لك مسكينة ما كات نعاس ما كاتشوف نعاس كيباتو يبكيو ويضلو يبكيو حيت حقارتيوهم حيت قيلوش وني مشيتيا للطبيب وقال لك طيبات المرأة وش عندها عائلة قلت لي ما عندها عائلة وهي بنت خالتك واش انت دمك ما حسيتي بنت خالتك اللي دمك عس بالله غتحس بوحدة اللي جايبها برانية ولكن انت هي بحالك انت الشيطانة قيلوش ولي جبتي معك دبتها يا الشيطانة انتي عارفا لدي الشيطانة الا الأمر كين وجيخات فى الراجل وطيحة مع الراجل انتamba جاءань لديك الخيانات الزوجية أما يونس بزفع لك ما عندوش الخيانات الزوجية يونس راجل يونس عندو مشاكلة معه مرتو ولكن ما عندوش خيانات زوجية ما كيخونش مرتو سمعتيني ما شий بحالك انت اقيلوش الخائين ها انت بعدها راعة وانتذي الخيانات الزوجية حق ولمرة مسكينة ما ماتت ما عرف لاش بش ماتت الآن قال لك بغوي عرفوا بش ماتت قال لك في السبيطار كشكوشا خارجا مهنو كشكوشا مهنو ما عرفوش باش وهذا الشي لدخل رأي عام رغض يقدر يكون تتشريح ديالة وخاية في القبر هذي قد تعرفها قيل لوش يعرفوها بش ماتت لأن الحمد لله احنا بلادنا المغرب بلاد القانون وعاش المالي كل يزيد فأمر سيدنا ويخلنا السلطة المغربية من الصغر تلكبير ويخلنا القاضاء ديالنا المغربي اللي الحمد لله قاضاء نازيه لأننا احنا مادا ممت هذ المرأة اللي ماتت اللي نكرها قيل لوش ويا بنت خالته والد معه جبنته ونكر بنته ونكر المرأة طلبات القانوات قال لك بش يوقفوا معاها هذ المشكلة تعرف بنته بش ماتت احنا كنا غادي نوقفو التوحد ما غادي يسكت كان اللي كي يبغي الحق أخوتيه ضرف الحق وانا رمى مع التوحد لهنا لهنا أنا مع الحق وانا عدوي وعدو اللي كي يضلم الأطفال وهدوك جوجبنات نتنكرتهم نتنكرتهم في الدنيا وما غينكروك في الآخرة الناس كي يطلبوا يا ربي غير يكونوا عندهم الوليدات حي المواحد مسكين محروم وكي يطلب الله يكونوا عنده وما لقاههمش وكي يبكي الليل ونهار وانت جابلك الله جوج وريدات وقالوا لي يا مرتك فينا رشنا تصاور قال لك فينا بنت خالتك وسمحتي في هذا الشي كامل وتبعتي وصخ الدنيا وبغيتي تنتع وبغيتي تنتع الأدسنس شحال من واحد أخوتي خرج عليه الأدسنس كين أخوتي الأدسنس اللي خلاقت المرته وكل الأدسنس خلاه طلق مرته كل الأدسنس خلاه سمح فواليدي عبتوا هذا الأدسنس خرج عليكم هذا الأدسنس خرج عليكم ولتوك تعبدو الأدسنس ونسيتو الله سبحانه وتعالى وانا كنقول من هذا الفيديو ديالي يا ربي يجي بحق هذك المرأة يا قيلوش اللي انت تعديت عليها وماتت ويجي بحق بنياتك بجهد الله وكنا مع امت مع امت المرأة تقيلوش اللي كانت بجوجة اللي ماتت لها بنتها احنا معاك اخالتي ومع ذوك البنيات اللي هم ابنت قيلوش انكرهم احنا معاك في الصراء والضراء نهضر اليوم ونهضر غدتي وصال نيداء ديالنا وتحية لكم اخوتي وبسلام عليكم